وطبعاً بمناسبة الأعياد المقبلة علينا سواء شامل نسيم أو عيد الفطر كل سنة وحضراتكو جميعاً بألف خير وبلدنا في أمن ونماء واستقرار ما ينفعش أبداً أن العيد ده يكمل من غير ما يبقى فيه فصحة عائلية كده تعتبر فصحة عائلية الأشهر وهي حديقة الحيوان عشان كده هنروح تلوقتي مع زميلنا عيمان عماد مرسل أكسترانيوز من هناك نعرف منه أبرز الاستعدادات لاستقبال الموطني لقضاء شامل نسيم وكمان الاستمتاع وأكيد يعني احنا خلاص شامل نسيم بعده بكم يوم هيبعيد الفطر المبارك بإذن الله كل سنة وانت طيب الأول يا أين كل سنة وانت طيب يا دعاء ويا باسم وكل السادة المشاهدين زي ما ذكرتي العيد أو عيد شامل نسيم ما بيحلوش إلا بالحضور إلى حديقة الحيوان كلنا وكل الأطفال وكل الكبار وكل الفئات العمرية المختلفة بتحب أنها تيجي في حديقة الحيوان خاصة في شامل نسيم للاستمتاع بمشاهدة الحيوانات والاستمتاع بالمساحات الخضراء الكبيرة والاستمتاع أيضا بالتحديثات الكبيرة التي طالت هنا هذه الحديقة ولكن عن الاستعدادات وأجواء الاحتفال بشامل نسيم ينضم لنا دكتور محمد رجائي مدير الإدارة المركزية لحديقة الحيوان نتعرف عليه من خلال التفاصيل أهلا بك دكتور أهلا بحضرتك وصباح الخير على مصر كلها والحقيقة أحب وجه التهنئة للإخوة المسيحيين بالأعياد كل سنة وحضرتكم طيبين ومصر كلها بخير إن شاء الله والنهاردة طبعا نستعدادا لعيد القيامة المجيد إخوة المسيحيين وغدا إن شاء الله شامل نسيم الحديقة مستعدة لاستقبال الأسر المصرية وبنرحب بيهم والحديقة إن شاء الله يعني تبقى فيه أثام استعدادات للاستقبال هذا العيد يعني كيف استعدتم لهذا العيد وأيضا يعني كل سنة وحضرتك طيب عيد الفطر مبارك يعني أيام وسيبدأ معين صحيح طبعا إحنا برضو يعني على مشارف عيد الفطر كل سنة والجميع بخير إحنا الحقيقة اشتغلنا في محورين أساسيين والحقيقة كان فيه كل الدعم من وزارة الزراعة والحقيقة يمكن فيه متابعة يمكن يومية من معالي وزير الزراعة الحقيقة معانا للإستعدادات إحنا اشتغلنا في محورين مهمين جدا المحور الأول هو صحة الحيوانات وتدبير حيوانات جديدة والحقيقة إحنا الفترة اللي فاتت عملنا يعني قطع نشط كبير جدا في هذه المرحلة ويمكن استخدمنا سبع البحر ده برضو كان من الحيوانات الهامة جدا إن كانت نقصة في الحديقة واستقبلنا برضو قبل كده الزراف ويعني وجبنا برضو بنموري بنغالية جبنا مجموعة من الأصلات وصعبين بيت الزواحف مليان الحقيقة فاستخدمنا مجموعة من الحيوانات ويمكن الجديد مع وزارة الزراعة إن إحنا بدون أي أعباء مالية إحنا عملنا خطة أكسار داخل الحديقة للحيوانات الموجودة والزيادة استغلناها إن إحنا نستبدل مع حيوانات مش موجودة عندنا فالفترة اللي فاتت دي إحنا استخدمنا حيوانات بدون أي أعباء مالية الحمد لله يمكن المحور الثاني المهم جدا هو محور خدمات الجمهور وللساعدات لاستقبال الجمهور إحنا عملنا مقاعد خشبية جديدة عملنا مساحات خضرة الحقيقة اهتمام باللون الأخضر داخل الحديقة وإحنا يمكن في عياد الربيع برضو ده مساعدنا إن إحنا نشوف يعني اللون الأخضر يباكس كل جنبات الحديقة قسم زراع عمل جهد جبير جدا أيضا يمكن منظومة النظافة اللي أعلى على الأعلى مستوى الحمد لله الناس كلها مستمتعة من منظومة النظافة برضو نقدر نقول فيه خدمات ترفيهية كتير جدا تقدمت يعني البيتنجزو الحقيقة أو حديقة ما نسمى بحديقة حيوان الطفل الحقيقة دي من أهم المشاريع اللي افتتحها معادي الوزير برضو فيه إنها بتوتيح تفاعل مباشر بين الزائر وبين الحيوانات يقدر يتصور معها ويأكلها شفنا أيضا البحيرات وأيضا انتشار واسع لرجال الأمن واللواحة الإرشادية المتواجدة للتعرف بتواريخها أو مواطن هذه الحيوانات بشكل كبير يوم متكامل ويوم جميل داخل الحديقة الحمد لله يعني طبعا إحنا أيام قليلت تفصيلنا عن عيد الفطر أيضا لو هتكلمنا أيضا هتتعاملوا إزاي مع الزحام يعني في هذا العيد بشكل خاص والله إحنا لدينا خبرات في هذا المجال طبعا إحنا بيبقى فيه تنصيق كامل مع مدرية أمن الجيزة وفيه تأمين شرطي كبير جدا موجود على البوابات وعلى داخل الحديقة أيضا وعندنا برضو شركة أمن محترمة وعندنا برضو الأمن الإداري اللي هو الخاص بالحديقة موظفين الحديقة الحقيقة بيبقى فيه طبعا إيقاف لجميع الأجازات والرحات عشان يعني بقى فيه فتح الجميع البوابات الخاصة بالحديقة حتى بوابات الطوارق بتبتح بنبتح حوالي 18 منفذ لباية التذاكر عشان ما بقى فيه أي تكدس أو زحام أيضا يعني طبعا بيقى فيه تنصيق مع مرفق الإسعاف والجراءات الاحترازية طبعا بيقى فيه عربية الإسعاف متوجدين مع الإطفاء المدني والحريق بيقى فيه سعادات أمنية كبيرة جدا وطبعا كل الإجراءات الاحترازية والرش والتطهير والتعقيم والدخول بالكمامة وخصوصا الأماكن الموراقة زي بيت الزواحف وبيت المتحف الأماكن دي لازم دخول فيها بالكمامة شكرا جزيلا شكرا لك رسالة الحضر تحديثات كبيرة وتوجهات رئاسية بتطوير هذه الحديقة المتنزهة الهام للأسر ومختلف الأسر وبفقاتهم والأطفال أيضا اللي بتيجي هنا وبتستمتع بالمناظر الخضراء وأيضا مشاهدة الحيوانات المختلفة إليكم مراتنا وتفضل طول العمر رحلة طرفهية ومعلوماتية في نفس الوقت أيمن عماد برسل أكسترانيوز شكرا جزيلا لك وكل سنة وانت طيب مرة تانية